فعليات الملتقى والمعرض الدولية للصناعة جمعت رواد صناعة في مصر من أصحاب الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات التي تحتاج لدعم وتسهيلات يعد المعرض بداية للإعلان عن المشروعات الصناعية التي تدعمها الدولة عن طريق مبادرة ابدأ ابدأ هي كلمة السر التي جمعت رواد الصناعة في مصر من أصحاب الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات الصناعية التي تحتاج لدعم وتسهيلات لمشروعاتهم والذين تواجدوا خلال فعليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة برعاية الرئيس السيسي لدعم هذه الكيانات الصناعية والتجارية ابدأ هي المبادرة الوطنية التي أطلقت لدعم الصناع المحليين لتقليل الاستيراد فجددت الآمال وفتحت الآفاق للبدء في انطلاق المشروعات الصناعية المحلية ابدأ مبادرة رئاسية أطلقها شباب البرنامج الرئاسي مع سيد رئيس الجمهورية وبناء على توجيهاته هدفها الأساسي تأليل الفجوة الاسترادية وتوطين الصناعة والتكنولوجيا وتدريب العمال المصرية وتأهلهم لسوء العمل المصري أنا عندي فكرة فعلا عن التسويق وفكرة عن الصناعة فقلت أجي بص عليه عايز أعمل مشروع أنا عندي مثلا مزرعة زتون قلت أعمل مثلا مشروع استخراج زيت الزتون عندي فكرة لمشروع هيخدم إن شاء الله رب العالمين صناعة الرخام والجرانيت في مصر المعرض يعد بداية للإعلان عن المشروعات الصناعية التي تدعمها الدولة عن طريق مبادرة إبدأ ومختلف قطاعات الدولة لتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الصناعي لزيادة القدرة الإنتاجية عندنا هنا منتجات عديدة جدا في شتى المجالات نسبة التصنيع عدت 90% في كل مجالات الهيئة وذلك لأن جميع خطوط التجميع السطحي على مستوى عالي جدا من الصناعات تم تواجدها في الهيئة الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة استطاع خلال فعالياته التي استمرت على مدار ثلاثة أيام أن يخلق بيئة محفزة لتطوير الصناعات وتنمية الشراكات وجذب المستثمرين خاصة بعد تأكيد الرئيس السيسي على منح الرخصة الذهبية خلال ثلاثة أشهر للمتقدمين للاستثمار لتسريع مشروعاتهم للمضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة محمود جميل التلفزيون المصري اشتركوا في القناة